اشتركوا في القناة احب استعرض معك مكونات منهج العلوم والتقانا في الفصل الاول ان شاء الله عندنا وحدتين الوحدة الاولى بتتكلم على دور الكيمياء في حياة الانسان وكمان هنتعرض هنا لمجموعة من الصناعات اللي بتقوم على اساس الكيمياء منها طبعا صناعة المواد البلاستيكية وصناعة الخبز والعديد والعديد من الصناعات والمهمة جدا في حياتنا وقبل كده لازم طبعا نتعرف على بعض الاشارات التحذيرية علشان نعرف الاستخدام الآمن لبعض المواد الكيميائية اما في الوحدة التانية ان شاء الله فبننتقل هنا الى دراسة مواضيع جديدة وبننتقل هنا لدراسة بعض الاجهزة وبعض الوظائف الحيوية في جسم الانسان النهاردة ان شاء الله بناخد مقدمة بسيطة عن المنهج بتاعنا لو جيت وقلت مثلا يا جماعة يا ترى في اهمية ان احنا نعرف الرموز التحذيرية اللي موجودة على اي عبوة علشان يكون كلامنا محدد وواضح مثلا لو انا عندي علبة مبيد او حتى عندي مجموعة من المنظفات المختلفة او علبة برفان او ان انا عندي مثلا في الحديقة وبستخدم نوع سماد معين كل دي مجموعة من المواد الكيميائية اللي بستخدمها بشكل يومي طبعا بيكون في مجموعة من الرموز لها شكل معين موجودة على كل عبوة كيميائية هل يا ترى شايفين ان انا لازم اعرف معنى الرموز التحذيرية دي ولا امر اعتيادي عادي ممكن استخدم العبوة من غير ما اقرأ حتى وجود هذه الرموز ايوة انا سمع طالب شاطر وبيقول لازم طبعا ان احنا نعرف اهمية الرموز الكيميائية دي يا ترى ليه لان طبعا في هناك بعض المحاذير وبعض الخطورة من الاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية وبالتالي الاشارة التحذيرية بتدلني على المادة الكيميائية ومادة خطورتها وطبعا لما اعرفها هتعامل معاها التعامل الصحيح تعالوا كده نعمل حاجة ظريفة مثلا هجيب ورقة واكتب عليها معادلة كيميائية طبعا كلنا متفقين ان الرموز دي احنا اخذناها قبل كده في سنوات دراستنا السابقة وعارفين ان الرمز دوت لهو رمز الكربون وده رمز لغاز الاكسوجين هل انا لو رحت اي دولة من دول العالم هل هيختلف عنصر الكربون هنا مثلا في عمان عن اليابان او اتجهت لأي دولة عربية هل حد فين هيختلف ان دوت رمز الاكسوجين اكيد الاجابة لا طبعا لان الرموز دي رموز عالمية موحدة هروح اي مكان هلاقي نفس رمز الكربون وهلاقي نفس رمز الاكسوجين كذلك الامر على فكرة في الرموز التحذيرية شوف السؤال اللي احنا هنقوله دلوقتي ما الحكمة من وجود رموز كيميائية موحدة لجميع العالم يعني الاشارة التحذيرية اللي موجودة على علبة المبيد او منظفات او اي مادة كيميائية الاقيها سبتة في كل دول العالم ليه طبعا لتوحيد فهم الرمز الكيميائي والتعامل معه حتى لا تتفاقم الاخطار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمواد الكيميائية معنى كلمة تتفاقم يعني تزداد يعني لو الرموز التحذيرية دي موجودة وبتختلف من دولة الى دولة ممكن مع رشة استخدم المبيد او استخدم المادة الكيميائية الاستخدام الصحيح ومنها ممكن ينتج عندي بعض الاخطاء وانا لازم طبعا اتفاديها اللي قلنا النهاردة كان مقدمة بسيطة تعرفنا فيها على منهجنا ودردشنا شوية على التحذيرات والرموز الكيميائية ان شاء الله اشوفكم في الدرس القادم اشتركوا في القناة